مباراة أنس جابر لاعبتنا التونسية في نصف نهاية بطولة 2 غبو للتنس سيدات في الصين ب250 نقطة السلام عليكم ورحمة الله قبل ما تكلم عن مباراة أنس جابر في نصف النهاية عندي سؤال مهم جدا جدا للمتابعين هل كنت تتوقع في يوم من الأيام أن تقتحم أنس جابر أو لاعبة تخصنا عالم التنس وصدارة التنس العالمي في عالم التنس بالنسبة للسيدات هل كنت شايف في يوم من الأيام أنه ممكن ييجي يوم ونشوف لاعبة أو لاعب يخصنا يروح بعيد في عالم التنس أنس جابر اللي وصلت إلى المركز الثاني عالميا المصنفة رقم 2 عالميا اللي وصلت إلى نهائي بطولات الجراند اسلام أكتر من مرة أكبر بطولات التنس على المستوى العالم هل في يوم من الأيام كان أحد يتوقع أن لعبة تروح في هذه المكانة أرجو الإجابة في صندوق التعليقات وأتمنى الإجابة بكل صراحة وبكل شفافية نعم أم لا كنت أتوقع لم أتوقع في يوم من الأيام ياريت كل الناس تشارك في التعليقات لأن بصراحة شفت في الفترة الأخيرة انتقادات كتيرة وانتقاد سلبي وانتقاد يعني لازع جدا جدا وتقليل من أنس جابر وقت الخسارة وبالتالي في الفيديو اللي فات وجهت رسالة يعني بسيطة للمنتقدين السلبيين لأداء أنس جابر ومستواها في الفترة الأخيرة ومن هنا سألت السؤال ده اللي عايز إجابة عليه ضروري جدا جدا في الفيديو ده كنت أتوقع لم أكن أتوقع يلا هنشوف التعليقات ونقدر نحدد النسبة اللي كان في يوم من الأيام بنشوف لعبات من أوروبا ومن أمريكا ومن هذه البلدان في أعلى المراتب في التنس ودلوقتي بنشوف لعبة تونسية بتشارك في أعلى البطولات وفي أكبر البطولات وبتنفسهم ند بند طيب بالنسبة لبطولة نينغبو للتنس سيدات اللي مقامة حاليا في الصين هي بطولة ب250 نقطة وأنس جابر بنتنا بتشارك بصفتها المصنفة الأولى في هذه البطولة في المباراة الأولى كانت بتلاعب اللاعبة الفرنسية ديان باري وأثبتت أنس جابر أنها عقدة لللاعبات الفرنسيات وفازت عليها بمجمعتين دون رد 7-6 و7-5 وتأهلت أنس جابر إلى السمن نهائي بطولة نينغبو لتواجه الألمانية طمارة وفازت عليها أيضا بمجمعتين دون رد باكتساح 6-3 و6-2 لتتأهل إلى ربع النهائي اللي تواجه الروسية فيرا زيفو ناريفا اللي قدرت أنس جابر تفوز عليها أيضا بمجمعتين لمجموعة واحدة بعد مباراة قوية جدا جدا عملت فيها أنس جابر في المجموعة الأولى ريمونتادة تدرس ريمونتادة كانت على الأعصاب ريمونتادة تابعناها بتوتر كبير بعد ما كانت خسرانة أنس جابر 5 مقابل 2 قدرت ترجع في المباراة وتفوز 7 مقابل 5 وفي المجموعة الثانية فازت اللاعبة الروسية ولكن أنس جابر اكتسحت المجموعة الفاصلة وفازت بمجموعتين لمجموعة واحدة لتتأهل أنس جابر إلى نصف نهائي البطولة لتواجه اللاعبة الأرجنتينية ناديا بودروسوكا ناديا بودروسوكا اللاعبة المصنفة رقم 87 عالميا هي منافسة أنس جابر في مباراة نصف النهائي اللاعبة نادية الأرجنتينية فازت في نصف النهاية في ربع النهاية بتأسف لما تأهلت إلى نصف النهاية على اللاعبة التشيكية سينيا كوفا بمجموعتين دون رد باكتساح 6-1 و 6-1 يعني أداء قوي جدا جدا من اللاعبة الأرجنتينية اللي تأهلت إلى نصف النهاية لتواجه لعبتنا التونسية أونسي جابر نصف النهاية الآخر عندنا مباراة ما بين ديانا ديانا واللعبة ليندا في النصف النهاية الآخر المباراة تكون اليوم في نصف النهاية في طبعا المصنفة السابعة عالميا التونسية أونسي جابر ضد الأرجنتينية رقم 87 عالميا نادية بدرسوكا المباراة تكون المباراة التانية على الملعب الرئيسي المباراة رقم 2 على الملعب الرئيسي ليست قبل ساعة 11 ونصف صباحا بتوقيت السعودية ومصر 9 ونصف بتوقيت تونس بعد المباراة الأولى يعني لما المباراة الأولى تنتهي على الملعب الرئيسي هتكون مباراة أونس جابر في نصف النهاية ليست قبل الساعة 11 ونصف صباحا بتوقيت السعودية طيب بالنسبة لأونس جابر صرحت بعد فوزها في مباراة ربع النهاية ضد الروسية وقالت لقد كانت صعبة أليس كذلك هذا ما تتوقعه عندما تلعب ضد مثل هذه اللاعبة المميزة لقد كانت مباراة بدنية لكلينة أنا سعيدة لأنني بقيت مركزة حتى النهاية وحصلت على الفوز والتأهل إلى نصف النهاية دي كانت كلمات أونس جابر يعني بعد فوزها على طول في المباراة في ربع النهاية وتأهلها إلى نصف النهاية كانت مباراة صعبة جدا وطولت صحيح ووصلت إلى 3 مجموعات ومجموعة فصلة وكان في ندية قوية خاصة الندية البدنية ما بين اللاعبة الروسية واللعبة أونس جابر ولكن حسمتها أونس جابر وفرحتنا صباح اليوم وتأهلت إلى نصف النهاية نتمنى لها إن شاء الله التأهل إلى المباراة النهائية والفوز بهذه البطولة بطولة 2 غبو للتنس سيدات في الصين هي صحيح ب250 نقطة ولكن كل نقطة بتحصل عليها أونس جابر في الفترة اللي جاية بتساعدها كتير للمشاركة في نهايات الجولة الختمية اللي بنتمنى وجود أونس جابر في نهايات الجولة الختمية وهي الكريمة وهي البطولة اللي بتكون بتحظى بمشاهدة عالية جدا على مستوى العالم وبيكون اهتمام كبير جدا بها بطولة أو نهايات الجولة الختمية أونس جابر عايزة تشارك في بطولات صغيرة صحيح لكن بتحصل عدد نقاط عشان تقدر تشارك بكل أريحية في نهايات الجولة الختمية يريد الناس كلها تشارك في صندوق التعليقات على إجابة السؤال اللي سألناه في أول الحلقة هل كنت في يوم من الأيام تتوقع صعود لاعبة إلى هذا المستوى العالي أم كنت لا تتوقع مستني تعليقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته